ذهب ضحية يخت الموت ستة من الأثرياء المشهير أبرزهم مايك لينش وأبنته البالغة من العمر 18 عاماً وهو ملياردير تكنولوجيا بريطاني بلغت ثروته مليار دولار إضافة إلى جوناثان بلومر البالغ سبعين عاماً وزوجته جودث وهو رئيس مجلس إدارة مورغنستان للدولية الاستثمارية وعين العام الماضي رئيساً لمجلس إدارة شركة تأمين البريطانية هيس كوكس أيضاً قتل على متن اليخت كريستوفر مورفيلو وزوجته نيدا وهو محامي لينش الذي نجح بتبرئته في قضية تلاعب تتعلق ببيع شركته بمليارات الدولارات من ضمن الضحية كذلك ريكاردو توماس والذي عمل شيف مختص على متن اليخت الموت الفاخر أما الناجون فهم تسعة أشخاص من طاقم اليخت ما بين عمال وطباخين وطاقم القيادة إضافة لستة ركاب لم يكشف حنهوياتهم حتى الآن